تظاهر الألف من الأيسلنديين أمام البرلمان في العاصمة ريكافيك لمطالبة السلطات بإجراء استفتاء شعبي للانضمام للاتحاد الأوروبي المظاهرات جاءت ردا على تصويت الكتل البرلمانية لإتلاف الحزبين الحاكمين لسحب الطلب الذي تقدمت به الحكومة للانضمام للاتحاد يقول هذا المواطن الحكومة لم تفي بوعودها ومن غير المعقول أن يدمر المشروع أما هذه السيدة فتقول أريد أن تتابع الحكومة بمحادثاتها للانضمام للاتحاد الأوروبي لهذا أطالب بتنظيم استفتاء وأعتقد أن اتفاق العدوية سيعود بالنفع على بلادنا ويمكننا توصل الاتفاقية على الرغم من أننا ممثلين من قبل أشخاص ليثم مثاليين مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي كانت قد توقفت قبل الانتخابات العامة التي أجريت في نيسان الماضي التي أدت إلى تغيير الحكومة التي كانت تؤيد الانضمام للاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر